السيدات والسادة مساء الخير عند الحديث في أي مجال أو نشاط إنساني في الثقافة أو الفنون أو السياسة أو الاقتصاد يأتي دائما ذكر الإعلام وعند النقاش في أي قضية حيوية تتعدد الأراء وتبرز أهمية الإعلام وعند الحديث عن الهوية والانتماء والوعي والتأثير الإيجابي في الرأي العام لا بديلة عن الإعلام وعند التصدي للشائعات المغرضة أو التحديات الكبرى والخطر الخارجي يقف الإعلام دائما في الخطوط الأولى قبل أسابيع قليلة احتفل الإعلاميون ومعهم مصر كلها بالعيد التسعين للإعلام المصري حين انطلقت لأول مرة عبر الإذاعة المصرية العبارة الخالدة هنا القاهرة العبارة التي دشنت بدورها انطلاق قوة مصر النعمة في محيطها الأقليمي بهذه المناسبة نفتح اليوم مرة أخرى ملف الإعلام المصري واقعه ومستقبله والتحديات التي تواجهه في عصر الإعلام الرقمي وإعلام القرية الكونية نناقش مستقبل الإعلام في الوقت الذي أصبح فيه كل مواطن يحمل في جيبه جهاز إعلام صغير إذاعة وتلفزيون اليوم في حديثنا من مصر نستضيف أستاذة كبيرة ورائدة إعلامية مرموقة صاحبة مدرسة علمية وعملية في فنون ومحتوى الإذاعة وتلفزيون وهي أول أكاديمية مصرية تسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين السينما الوثائقية والإعلام عبر أول دراسة رائدة في هذا المجال نسألها عن المسئولية الاجتماعية للإعلام عن الإعلام والقضايا الغائبة المرأة والطفل الثقافة والفنون الشباب والمعرفة وعلوم المستقبل عن الإعلام المصري وصنعة الوعي عن الإعلام والمسئولية الاجتماعية وماذا يريد المواطن من الإعلام حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم